بيعملوا مليون طن سكر علشان كده بيقولوا عليها انها قرية السكر والعسل اصلهم نومبر وان في زراعته والكل بيجي لهم من اسكندرية الاسوان علشان يشتروا عوض القصب منهم قرية ملوي اشهر قرية في زراعة قصب السكر والعسل والسبب في ده حاجة واحدة بس بتميزهم حكاية القرية والسبب اللي خلها اشهر قرية في زراعته كل ده هتعرفه لو تابعتني في الفيديو ده مفيش احسن من كباية عصير قصب تنقذك من حر الصيف بس عمرك تخيلت كم واحد اشتغل علشان كباية القصب دي توصل لغاية عندك ومين ابطال الشغلانة؟ من زمانه ومصر معروفة بزراعة القصب لدرجة انه مفيش غين عنه واماكن كتيرة في مصر حياتها كلها بقيت ايمة على القصب واشهرهم مركز ملوي القرية دي موجودة في محافظة المينيا وبيقولوا عليها قرية العسل والسكر اصل هي لوحدها بتطلع كل سنة مليون طن من قصب السكر ده غير ان فيها 140 عصارة عسل اسود وعملية حصاد محصول القصب بتبدأ اول شهر يناير من كل سنة وبتستمر لحد شهر ابريل والمركز فيه حوالي 65 قرية من اصل 70 قرية مشهورة بزراعة قصب السكر وكل سنة المليون طن بيتوردوا لمصنع سكر ابو كرقاس اللي معظم المزارعين متعاقدين معاه المميز في قصب ملوي انه نسبة الحلو فيه زيادة حبتين عن اي نوع قصب تاني والسبب ده هي اراضي ملوي اللي اتطبعت بزراعة المحصول من سنين واي حد عايش هناك هيأكد لك نفس المعلومة افضل محصول لقصب السكر على مستوى الصعيد موجود عندهم والسبب هو استمرار المحصول في الارض لمدة 5 او 6 سنين كاملة بدون ازالة لان المزارع بيكسر الاصب وبيخلي الجزور في الارض علشان تكبر في الموسم اللي بعده والسنة ورسنة ده بيعزز من مقاومة الارض ويزود جودة محصولها وعلشان كده أصب السكر في ملوي بيفضلوا كل التجار لان عيدانه متمسكة وطويلة وطولها بيوصل لأربعة متر وبيعمل عصير كتير كمان الفلاحين بيهتموا بيه اهتمام غير عادي لانهم بيرووا بانتظام وبيسمدوا بالمبيدات والأسمدة على مدار السنة بس هالمعنى كده ان اهالي ملوي حياتهم عسل في عسل ومعندهمش مشاكل؟ السنة اللي فاتت فلاحين ملوي قالوا للوطن ان تكلفة انتاج الفدان في السنة بتوصل لأكتر من 20 ألف جنيه وفي الغالب الفلاح كان بيشكر وفي الغالب الفلاح كان بيبيع بخصارة بس يرجعوا بالذاكرة اللي ورا شوية فاكرين أزمة السكر اللي عاشتها مصر الفترة الأخيرة وازاي الناس ما كانتش لقيا كيس السكر عدد من المزارعين في المينيا كشفوا ارتفاع أسعار محصول الأصب بشكل جنوني علشان يوصل سعره لأربع تلاف جنيه للطن بدل من 1500 وبيع انتاجية الفدان بـ 200 ألف جنيه بدل من 50 ألف وده بيحقق ربحية عالية جدا للفلاحين تعوضهم عن خسائر السنين اللي فاتت وده ييجي وسط مطالبات بزيادة أسعار توريد الأصب لمصنع السكر علشان تتناسب مع السعر التسويقي لمحلات بيع العصير لعصارات والحد من ارتفاع سعره الأصب زي وزي أي صناعة لها الموسم بتاعها واللي أكد الكلام ده واحد من المزرعين اللي قال ان الأقبال على شراء الأصب قبل عيد الغطاز بيزيد بشكل ملحوظ جدا في نص شهر يناير من كل سنة وقال ان بيتم بيع الأصب باللبشة وهي عبارة عن حزمة بتتكون من 20 أو 22 عود وبيتباعوا بـ 50 جنيه ودلوقتي يقول لنا عمرة جربت أصب ملوي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر